اجراءات احترازية بمحافظات الجمهورية للحد من انتشار كورونا بالتزامن مع اعياد الربيع الاتحاد الاوروبي عتازم السماح بدخول المسافرين الملقحين ضد كورونا من دول اخرى والمحكمة الدستورية العليا في سوريا تعلن قبول ثلاثة طلبات تجريح لمنصب رئيس الجمهورية من بينهم بشار الاسد الثانية عشر ظهران العشرة في جرينتش نشطة اغبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة اهلا بكم والبداية مع عليلا سكافوزي اهلا بك ليلا سكنا لك شادي واهلا بكم مشاهدين الكرام شددت محافظات الجمهورية من اجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تزامنا مع اعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية وقرارات الاجهزة التنفيذية بالمحافظات تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق العامة ومنع كافة الصور واشكال تجمعات المواطنين في الاماكن العامة اكد المحافظون متابعتهم للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بشكل مستمر مشددين على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بكل حسم حال حدوث اي مخالفات في هذا الشأن حرصا على صحة وسلامة المواطنين بالتأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية الدولة اصدرتها من اجل الحفاظ على صحة المواطن في مثل هذه الفترة الحالية اللي هي جائحة كورونا تم الحقيقة من خلال تفقدنا لعديد من المناطق يعني هناك الالتزام تم من المواطنين بعدم التردد على الاماكن العامة وعدم موجود اي تجمعات في الحدائق والمتنزهات العامة وايضا اللي كانت بتشهد مثل هذه الفترة في هذا اليوم يعني تجمعات كبيرة جدا من المواطنين لشان كده بنقول للأسر المصرية يعني كل سنة وهم طيبين اولا وبنشكرهم على هذا الالتزام بالنسبة للاجراءات الاحترازية الحقيقة احنا وفق توجهات دولة رئيس مجلس روزرة المحافظين بيقوموا بحملات ومرورات مستمرة سواء صباحا او مساء فيه تنبيهات مشددة بالنسبة للشواطئ على مستوى محافظة اسكندرية بالكامل انها ممنوع النزول طبعا حفظا وحرصا على حياة المواطنين من انتشار فيروس كورونا زي منتو شايفين احنا يعني الفيروس كورونا في الموجة التالتة الاعداد متزايدة على مستوى العالم احنا الحمد لله في اسكندرية الاعداد قل بكتير من الاعوام الماضية من العامين الماضيين فاحنا بنمر سواء بالليل بيبقى على العديد من الكافهات اللي بيبقى فيها مخالفات وبالنهار بنمر على الشواطئ طبعا فيه لجان متابعة مستمرة بتمر على الشواطئ على مستوى اسكندرية بالكامل سواء كان في الغرب او الشرق عممت وزارة الاوقاف تنبيهها على جميع مديريات وادارات الاوقاف على مستوى الجمهورية عدم استماح بأي اجازات او راحات او استماح بترك المسجد على مدار الاسبوع لجميع الامة والعمال والمؤذنين ومقيم الشعائر من تاريخه حتى صلاة يوم الجمعة الـ 14 من مايو واكدت الوزارة في بيانها استمرار التفتيش والتأكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية واجراءات التباعد الاجتماعي وعدم السماح بالاعتكاف او صلاة لا تهجد بالمساجد او اية موائد افطار او اية دروسة او خواطر دعوية قبل او بعض الصلاة او حتى اثناء صلاة لا تراويح هذا وحذرت وزارة الاوقاف الائمة والعملين في المساجد من السماح او المشاركة في صلاة لا تهجد بالمساجد مؤكدة انها ستنهي خدمة اي امام او عامل تثبت مخالفته لهذه التنبيهات اعلنت وزارة الصحة والسكان عن تجهيز اكبر مركز لتلقي لقاح كورونا بارض المعارض يقع المركز على مساحة تصل الى 3000 متر مربع ويستقبل يوميا من 10 الى 15 الف مواطن لتلقي اللقاح وذلك على مدار 13 ساعة حيث يستقبل المواطنين من التسعة صباحا وحتى العاشرة مساءا ويأتي تجهيز المركز في اطار تكليف الرئيس السيسي بتوفير وتسهيل حصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا اعلنت دكتورة هلزايد وزارة الله صحة والسكان ان فرقا لا تواصل المجتمعي بالوزارة قدمت لا توعية الصحية خلال اليوم الاول من عملها لخمسين الف مواطن بالاجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا واهمية تلقي اللقاح بمحافظة قنة وذلك ضمن تكثيف حملة التوعية الصحية بمحافظات الصعيد هذا واوضحت وزارة الصحة انه تم نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات سهاج والسيوت القاهرة الجيزة القليوبية وقنة بالإضافة الى انطلاق فريق بمحافظات المينيا كفر الشيخ والمنوفية وذلك بدءا من اليوم لتقديم التوعية الصحية للمواطنين هذا واوضح دكتور خلال دام جاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية المتحدث رسمي للوزارة انه يتم المرور على المقاهي والمحلات التجارية والاسواق ومواقف المواصلات العامة ودور العبادة وذلك لتوعية المواطنين المترددين على تلك الاماكن باتخاذ الاشراءات الاحترازية أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ألف وإحدى وخمسين حالة جديدة إيجابية ببارس كورونا وسبعة وستين حالة وفاة نوهت الوزارة الى ارتفاع حالات الشفاء من مصابي بارس كورونا الى 172342 وقروجهم من المستشفيات أكد دكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بالسلالة الهندية الجديدة لفايروس كورونا في مصر وفي تصريحات لأكسرا نيوز أكد عوض تاج الدين الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية وهو العمود الفقري للحد من انتشار الفايروس بالإضافة إلى سعي الدولة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات المضادة لكورونا لم يرسل حتى الآن أي حالات تدل على وجود الفيروس المتحور الهندي نحن حاليا في الموجة الثالثة وهي بتسكل زي حتى البيانات الرسمية التي تعلنوها في زيادة في عدد الحالات زيادة واضحة طبعا مقارنة بالأسابيع الماضية ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهذه هي الوسائل الاستقصائية التي يتم بها متابعة هذه الحالات وأيضا زي ما حاجة شاهد بعضه عدد الوفيات بيزيد صحيح لأن كل ما الحالات بتزيد كل ما الحالات الشديدة التي تحتاج لحكول مستشفيات أو رعاية مركزة أو قد تحتاج استخدام مجهز التنفي الصناعي بتزداد إنساتك يعني الحاجة الجفرية والأساسية حاجتين الحاجة الأولانية وهي الأساسية والتي يجب أن كلنا نساهم فيها هو الحد من انتشار هذا المرض وعندنا الوسيلة الوقائية والاحترازية ودي هي العمود الفقري في مقاومة هذا المرض والجزء التعني لسا تكعلنته في المقدمة هو أن الدولة بتسعى جدا ليلا ونهارا على توفير أكبر قدر ممكن من التطعيمات أو اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد حتى توفر المواطنين أكبر قدر ممكن من هذه اللقاحات قال وزير الصحة التايواني إن الجزيرة ستعلق دخول منزار الهند خلال الأربع عشرة يوما السابقة وذلك اعتبارا من الثلاثاء لتصبح أحدث من يفرض قيود على الوفيدين من الهند وسط تزايد حالة الإصابة بكوفيد تسعة عشر وأشغر وزير الصحة التايواني جميع منزار الهند خلال الأربع عشر يوم السابقة سيمنعون من دخول تايوان باستثناء مواطني الجزيرة ولكن سيكون على التايوانيين العائدين البقاء أربع عشر يوما في منشآة حجر صحي ووصلت السلالة الهندية من الفيروس إلى سبع عشرة دولة على الأقل من بينها بريطانيا وسويسرا وإيران ما دفع العديد من الحكومات إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من الهند أعلنت الهند تسجيل أكثر من ثلاثمائة ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يقرب من عشرين مليون هذا وجر أيضا تسجيل أكثر من ثلاثة ألاف وفا جديدة ناجم عن الفيروس ومع تسجيل نحو ثلاثمائة وثمانية وستين ألف حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الهند حتى الآن تسعة عشر مليون وتسعمائة وثلاثين ألف إصابة في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى مائتين وتسعة عشر ألف حالة وفق لبيانات وزارة الصحة معدل إصابات ووفيات مرتفع تشهده الهند واستحال من العجز عن توفير الأكسجن والأسرة والمستلزمات الطبية للمرضى المزيد عن تسلسل أزمة كورونا في الهند في العرض التالي مع همام مجاهد أهلاً وسهلاً بحضراتكم مع تسجيلها أعلى حصيلة إصابات يومية في العالم بفيروس كورونا باتت الهند أمام كارثة إنسانية إذ يموت المرضى بينما تبحث عائلاتهم عبثاً عن أسرة في المستشفيات وسط نفاذ إمدادات الأكسجين والمستلزمات الطبية ففي منتصف شهر فبراير الماضي سجلت الهند انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة التي يتم تسجيلها يومياً بفيروس كورونا كما بدأت أيضاً في تصدير اللقاحات إلى دول العالم وفي شهر مارس قال وزير الصحة الهندي إن بلاده في المرحلة الأخيرة من وباء كورونا بعد انحساره في العديد من الولايات والمناطق الهندية لكن منذ ذلك الحين وتحديداً مع بداية شهر إبريل الماضي اندلعت موجة جديدة من الوباء مدفوعة بظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس وذلك بسبب التجمعات الدينية والسياسية الحاشدة والتي شارك فيها الملايين دون ارتداء الكمامات أو اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لتتصاعد وثيرة الإصابات من جديد وتبدأ بعض الولايات الهندية في العشرين من إبريل فرض عز العام لمحاولة السيطرة على الوباء كالعاصمة نيو ديلهين كما فرضت ولايات أخرى حظر التجول الليلية أو العز العام خلال عطلة نهاية الأسبوع وبعد أربعة أيام من فرض العز العام ومع تسجيل الهند أكثر من ثلاثمائة ألف إصابة يومية عجزت منظومة الرعاية الصحية عن استيعاب هذا العدد الهائل من الإصابات اتجاوز الوضع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمشارح ومحارق الجثف فضلا عن عجز في إمدادات الأدوية والأكسجين لتبدأ دول العالم في الخامس والعشرين من إبريل تبدأ في تقديم المساعدات إلى الهند للتخفيف الأزمة وتستدع البلاد قواتها المسلحة للمساعدة في مكافحة الأزمة المدمرة في الأول من مايو فتحت البلاد حملة التطعيم الضخمة أمام كل البلغين رغم أن بعض الولايات حذرت من حدوث نقص حاد حيث لا تملك الهند وهي أكبر منتج للقاحات في العالم لا تملك مخزونات كافية لمواجهة تلك الموجة الفتاكة وبعد رصد السلالة الهندية من الفيروس في عدة مناطق بدأت عدد من دول العالم في فرض قيود السفر أمام القادمين من الهند طبعا ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وسنجابورا في حين علقت كندا وونكونغ ونيوزيلندا كل الرحلات التجارية مع الهند وخلال الشهر الأخير وحده ارتفعت الإصابات اليومية في الهند لثمانية أمثالها وزادت الوفايات لعشرة أمثالها ويقول خبراء الصحة أن عدد المتوفين أعلى بكثير على الأرجح مشاهدين الكرام كان هذا عرضا لمحطات تفشي فيروس كورونا في الهند شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة تعهد وزراء مالية الصين واليابان وكوريا الجنوبية ومحافظ البنوك المركزية للدول الثلاث بتقديم لا دعم لازم للأشخاص الأكثر تضررا من جائحة كوفيد 19 وذلك من خلال إجراءات محددة الأهداف وفي بيان المشترك صدر بعد اجتماع عبر الانترنت على هامشي الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأسيوي تعهد الوزراء ومحافظوا البنوك المركزية بتحقيق الانتعاش الشامل والحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل والمحافظة على الاستقرار المالي اقترحت المفاوضية الأوروبية سمحة بدخول المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد 19 التي أقرها الاتحاد الأوروبي إلى دول التكتل وأفادت المفاوضية بأنها تقترح سمحة بدخول إلى الاتحاد الأوروبي ليس فقط الأشخاص القادمين من دول يعد الوضع الوبائي فيها جيد بل أيضا أولئك الذين تلقوا الجرع الأخيرة الموصبها من اللقاحات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ظهرت عدد سلالات متحورة من فيروس كورونا بدأت أكثر فتكا وقدرة على الانتشار ما أطال أمد الوباء في مناطق كثيرة من العالم منذ تصنيب فيروس كورونا المستجد جائحة عالمية ظهرت عدة سلالات متحورة من الفيروس بدأت أكثر فتكا وقدرة على الانتشار ما أطال أمد الوباء في مناطق كثيرة من العالم فوفقا لمنظمة الصحة العالمية يوجد ثلاث من المتحورات مثيرة للقلق على المستوى العالمي وهي تلك التي اكتشفت لأول مرة في المملكة المتحدة والنسخة المكتشفة بجنوب إفريقيا والأخرى المتحورة البرازيلية وتصنف تلك المتحورات مثيرة للقلق نظرا لزيادة قابليتها للانتقال من شخص لآخر أو دراوتها ما يؤدي إلى تفاقم الوباء ويزيد من صعوبة السيطرة عليه ويقول خبراء إن عدد المتحورات المثيرة للقلق يختلف في كل بلد اعتمادا على الوضع المحلي فعلى سبيل المثال تحصل ولايات المتحدة خمسا منها وفقا لتصنيف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وهي الثلاث المنتشرة في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى اثنتين تم رصدهما في البداية في كاليفورنيا وتصنف كل هذه المتحورات حسب الأسرة أو السلالة واعتمادا على التفارات التي حصلت فيها فهي تحتل مكانا محددا في شجرة عائلات فيروس سارس كوبيد 2 الأصلي ويعتبر ظهور المتحورات عملية طبيعية إذ يكتسب الفيروس تفارات بمرور الوقت لضمان بقائه ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن جميع الفيروسات بما فيها فيروس كورونا تتغير بمرور الوقت وهذا يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة معظمها ليس له تأثير من ناحية الصحة العامة لكنه يتوقف على التفارات التي تحملها فالمتحورات الإنجليزية والجنوب إفريقية والبرازيلية على سبيل المثال بها طفرة تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال كما تحول متحورتان الجنوب إفريقية والبرازيلية طفرة أخرى يشتبه في أنها تقلل المناع المقتسبة إما عن طريق عدوى سابقة أو عن طريق اللقاحات ووفقا لدراسات مختلفة فإن المتحورات الإنجليزية أشد عدوى بنسبة 36% إلى 75% أما المتحورة البرازيلية فيمكن أن تكون أكثر قابلية للانتقال بمرتين ونصف المرة كما تحوم شقوق مماثلة حول المتحورة الهندية بسبب مزيج من طفرتين يجعل لها قابلية أكبر للانتقال وعلى صعيد اللقاحات تقول العديد من الدراسات المختبرية أن النسخة الإنجليزية من الفيروس لا تؤدي إلى التقليل من فاعلية اللقاح بشكل كبير يأتي ذلك فيما تظهر دراسات أخرى أن فاعلية اللقاح يمكن أن تتأثر بفعل النسختين الجنوب إفريقية والبرازيلية كما تثير المتحورة الهندية مخاوف مماثلة أعلنت وزارة الصحة العراقية عن وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر الأمريكي المضاد لفارس كورونا وقالت شركة تابعة لوزارة الصحة والبيئة أن شحنة جديدة من لقاح فايزر وصلت إلى العراق ضمن جدول التسليم الأسبوعي المتعاقد عليهم مع الشركة لافتا إلى وصول شحنات أخرى بشكل أسبوعي وأضافت أنه تم توزيع السنديق على أسطول البرادات المخصص لنقلها حيث انطلقت البرادات ووصلت إلى نقاط التلقيح في محافظات العراق كافة بما فيها إقليم كردستان سجلت تايلاند رقما مقياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية بكورونا بلغ 31 وفات حسب ما أفادت وزارة الصحة وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة ثالثة من العدوى وأعلنت وزارة الصحة التايلاندية تسجيل 2041 حالة إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى أكثر من 71 ألفا وذلك منذ بدء ظهور اللاجائحة العام الماضي هذا وارتفع العدد الكلي للوفيات بالفيروس حتى الآن إلى 276 أظهرت بيانات وزارة الصحة بالبرازيل تسجيل 1200 وفا بفيروس كورونا و28935 إصابة جديدة وسجلت البرازيل نحو 407639 وفا فيما وصلت الإصابات إلى 14 مليون و700 ألف وتتراجح حاليا حالة الإصابة الجديدة في البرازيل عن دروتها المسجلة في أواخر مارس وتحتل الوفيات بالفيروس في البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة وإلى الملف السوري حيث أعلن رئيس محكمة الدستورية السورية العليا محمد جهاد اللحام في مؤتمر صحفي أسماء المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة السورية وهم بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي مضيفا أن المحكمة درست طلبات المتقدمين التي بلغ عددها 51 طلب واتخذت قرارا في كل منها رفضا أو تأكيدا انتهت المحكمة الدستورية العليا وأصدرت 51 قرارا فرديا في يوم الاثنين الموافق 3 خمسي 2021 متضمنا البت في طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية وانتهت من حيث نتيجة الكلية إلى إعلان القرار الأولي الآتي أولا قبول طلبات الترشيح لكل من السادة التالية أسماؤهم حسب تسلسل ورودها وقيدها في السجل الخاص في ديوان المحكمة الدستورية العليا واحد السيد عبدالله ابن سلوم عبدالله اثنين السيد بشار ابن حافظ الأسد ثلاثة السيد محمود ابن أحمد مرعي ثانيا رفض باقي طلبات الترشيح لعدم توفر الشروط الدستورية والقانونية في طلبات ترشيحهم ترأس الرئيس اللبناني ميشيل عون اجتماعا لأعضاء الوفد إلى المفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في حضور قائد الجيش العماد جوزيف عون وأشهد الرئيس اللبناني على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية وعلى حق لبنان في استثمار ترواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة ونخلت مصادر مطلعة على المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي تستأنى في الثلاثاء بحضور الوسيط الأمريكي أعلنت قوات لا تحالف العربي في اليمن أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرتين بدون طيار ملغومتين أطلقت باتجاه نجران في جنوب السعودية هذا وقال التحالف بيان أن ما حدث يمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من الحوثيين كما كان لا تحالف أعلن في وقت سابق تدمير طائرة ملغومة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة أدنى البرلمان العربية إطلاق قوات الحوثي لطائرة مفخخة بدون طيار وسواريخ باليستية على منطقتين نجران وخميس مشيط بالسعودية قال البرلمان العربي أن استمرار الأعمال الإرهابية لقوات الحوثي يعكس إصرارها على رفض الدعوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن وتواصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني وجدد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع السعودية والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توجيه هذا النعدة للقوات الأمنية يأتي في مقدمتها تنشيط اللاجهد الاستخباري والأمني وأيضا تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية وتشفيف منابعها وتدمير حواضنها جاء ذلك خلال ترأس اللاكاظم اجتماعا أمنيا موسعا ضم قيادات الأجهزة الأمنية الاتحادية وقوات البشمويغالا كردية حيث جار خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث الأمنية التي شهدها العراق مؤخرا والتنسيق بين مختلف القوات الأمنية خصوصا في المناطق ذات المسؤولية المشتركة في محافظة كاركوك تستضيف العاصمة البريطانية لندن اليوم اجتماعات وزراء خارجية مجموعة الدول السبعة قال وزير الخارجية البريطانية دوميني كراف إن الاجتماعات ستبحث مقترحا بإنشاء ألية لرد سريع في مواجهة الدعاية الروسية والتضليل تستقبل بريطانيا في يونيو القادم القمة السنوية لمجموعة السبع وذلك بجنوب غرب إنجلترا في وقت تعمل على تأكيد مكانتها على الساحة الدولية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ستكون هذه أول زيارة للرئيس جو بايدن إلى أوروبا منذ وصوله إلى البيت الأبيض وذلك بعدما ألغيت القمة السابقة التي كانت تستضيفها الولايات المتحدة عام 2020 ملفات عديدة ستكون أمام أول لقاء يحضره وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى بشكل شخصي منذ عامين الاجتماع الذي تستضيفه لندن سيحضره وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا كما دعت بريطانيا ممثلين من أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا لحضور بعض الاجتماعات كضيوف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تحدث عن أهم الملفات التي سيتناولها الاجتماع وأولها بحث مقترح بإنشاء آلية للرد السريع في مواجهة الدعية الروسية بالإضافة إلى مناقشة إجراءات ضمان الوصول العادل إلى لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وتحديد أهداف عالمية لتعليم الفتيات والاتفاق على إجراءات طموحة بشأن تغير المناخ ووضع تدابير جديدة لمنع المجاعة وعلى هامش الاجتماع سيعقد وزراء الخارجية اجتماعات ثنائية حيث قالت الحكومة البريطانية إن الراب سيلتقي بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكين لمناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة والصين وأفغانستان وإيران ويأتي هذا الاجتماع قبل قمة مجموعة السبع التي ستعقد في بريطانيا من 11 إلى 13 من يونيو والتي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا ويصل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء فيها إلى حوالي 40 تريليون دولار أي ما يقل قليلا عن نصف الاقتصاد العالمي عقد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين اجتماعا مع نظيره الياباني في العاصمة البريطانية لندن وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبعة تهدف رحلة بلينكين إلى لندن بشكل أساسي إلى التحضير لمشاركة الرئيس جو بايدن في قمة قادة مجموعة السبعة التي تستضيفها بريطانيا في يونيو المقبل خطفيا ينضم إلينا من لندن السيد كايد عمر المحلل السياسي بعد التحية لك سيد كايد فيما يتعلق بقمة مجموعة السبعة هذه المرة المنعاقدة في المملكة المتحدة يبدو من أجندة بريطانيا أن هناك عدة نقاط أول نقطة أنها تريد أن تتبت نفسها على الساحة العالمية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي كقمة أو ككتلة اقتصادية هامة في العالم هل تتفق مع هذا الطرح أولا؟ يعني بالتأكيد بريطانيا تريد أن تظهر أنها دولة اقتصادية مهمة في هذا العالم وطبعا تريد التعاون مع عدد كبير من دول العالم لكي تضمن اتفاقات تجارية مع دول كثيرة في هذا العالم ولكي تقصي النص الذي حدث بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي وإنعاش الاقتصاد في بريطانيا كنتيجة لذلك نعم طيب أيضا هناك يعني مقترح أو فكرة لدى المملكة المتحدة جاءت على لسان وزير خارجياتها بأن هذه الاجتماعات أيضا ستبحث مقترح بإنشاء آلية للرد السريع في مواجهة الدعاية الروسية والتضليل يعني هل تعتقد أن هذه النقطة هي نقطة مهمة على أجندة أولويات اجتماعات الدول السبعة فكرة مواجهة روسيا خلق آلية للرد على روسيا نعم هذا كان من الموضوعات التي تم نقاشها في هذا المجموعة وطبعا الرد السريع على الدعاية الروسية وطبعا هم يعتبرون بأن هذا جزء من الحرب على روسيا أو باتجاه الدفاع عن مجموعة الدول السبعة بالطريقة الإعلامية وبطريقة تفنيت الدعاية الروسية وطبعا تضحيح وتضحيح المعلومات التي يتم تداولها ويعني تغيير الصورة المنقولة بخصوص هذه المجموعة طيب إذا عدنا إلى جائحة كورونا وهذا هو اجتماع الدول السبعة الكبرى في العالم الاقتصاد طبعا في حالة ليست جيدة ما المطروح على أجندة هذه الاجتماعات لتحسين الاقتصاد العالمي؟ يعني طبعا ما تريده هذه المجموعة هو يعني توضيع لقاح يعني المضاد لفيروس الكورونا بأسرع وقت ممكن وإعادة فتح البلاد يعني وتخفيف الحجر الصحي بشكل كامل حتى تعود عجلة الاقتصاد وعجلة الحياة اليومية على طبيعتها وحتى يتمكن العالم من يعني وضع الخصص المناسبة لإنعاش الاقتصاد وعودت يعني الاقتصاد إلى يعني مراحل أو مستويات يعني أفضل بكثير مما هي عليه الآن وهناك يعني حاجة للتعاون ما بين هذه الدول حيث أن كان هناك يعني بطوء في توزيع اللقاح بالفترة الأخيرة وخاصة في الدول الأوروبية وطبعا اللقاح يعني هو الحل الوحيد الآن نعم لمواجهة جائحة كورونا أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد كايد عمر المحلل السياسي أكدت المتحدثة باسم الخارجية روسيا ماريا زخاروفا أن موسكو مستعدة لحوار موضعيا مع الولايات المتحدة الأمريكية حول الحد من التسلح وأقلت زخاروفا أن موسكو ليست على دراية حتى الآن بطريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مسألة الحد من التسلح بكافة جوانبها مضيفة أن موسكو ترى إشارات من واشنطن حول نيتها مناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي مشددة على أن بلادها لن تقبل بأي شيء يتنافى مع مصالحها دع رئيس الأبغاني أشرف غني الأمم المتحدة والشركاء الدوليين إلى تكييف رؤيتهم لعملية السلام مع حقائق جديدة وفصل جديد في العلاقات قال باعتة الأمم المتحدة إلى أبغانستان عبر تويتر إن المبعوتة الأممية دابرا لاينز عقدت اجتماعا مع غني لمناقشة عملية السلام الأبغانية وأضافت أن أليونز أكادت أن باعتة الأمم المتحدة إلى أبغانستان بصفتها باعتة مدنية محايدة ستواصل مسيرتها مع الشعب الأبغاني واستعدادها لأداء دور معزز لدعم مفاوضات السلام ولفتت إلى أن غني أوضح بدوره أولويات ورؤية الحكومة الأبغانية للسلام مع دخول البلاد مرحلة جديدة وسط انسحاب القوات الأجنبية أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني با بلينكين أن الولايات المتحدة تستعد حتى لأسوأ سيناريو فيما يخص عملية انسحاب قواتها من أبغانستان وقال بلينكين خلال مقابلة مع قناة سي بي سي سي بي أس عفوا أن عودة العسكريين الأمريكيين لا يعني أن الولايات المتحدة خرجت تماما من أفغانستان حيث ستعمل إدارة بايدن على دعم كابول في مجالات الاقتصاد التطور المساعدة الإنسانية وذلك بالتعاون مع الشركاء والحلفاء أفدت وسائل أعلام أمريكية بأن زوراقا يقل ثلاثين شخصا انقلب وغرق قبالة سواحل ولاية كاليفونيا الأمريكية بالقرب من مدينة سان دياغو تمكن رجال الإنقاذ وضباط خفر السواحل الذين وصلوا إلى مكان الحادث من انتشال جثث ثلاثة قتلى وإنقاذ آخرين فيما تمكن بعض الركاب من بلوغ الشاطئ بشكل مستقل وعن النجون من إصابات مختلفة وانخفاض درجة حرارة الجسم تم نقلهم لمستشفيات سان دياغو لتلقي العلاج عين المجلس العسكري الحاكم فيتشاد حكومة انتقالية جديدة تتكون من أربعين وزيرا وأدت وفاة الرئيس إدريس ديبي الشهر الماضي على الخطوط الأمامية للقتال ضد المتمردين إلى نهاية حكمه الذي استمر ثلاثين عام وأثرت أزمة في الدول الواقعة بوسط أفريقيا المزيد عن الأزمة فيتشاد في هذا العرض التالي مشاهدين مع اللازميلة إيمال الحويزي مشاهدين الكرام أهلا بكم في هذا العرض حول آخر التطورات في دولة تشاد حالة من عدم الاستقرار تشهدها دولة تشاد بعد قيام المتمردين بإطلاق حملة عسكرية أقب فوز الرئيس إدريس ديبي بالانتخابات الرئاسية ففي العشرين من شهر أبريل الماضي اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتمردين التابعين لجبهة التغيير والوفاق والقوات التشادية على الجبهة الشمالية للبلاد سقط خلالها رئيس البلاد إدريس ديبي متأثرا بإصابته وعقب مقتر رئيس البلاد أعلن الجيش التشادي تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان والحكومة وإعلان حضر للتجوال كما تم الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجل الرئيس الراحل سيعمل على إدارة شؤون البلاد لمدة 18 شهرا ليعلن متمرد تشاد بعدها رفضهم لاعتراف بالمجلس العسكري وميثاقه الدستوري ويهدد باقتحام العاصمة انجيمينة عقب انتهاء مراسم دفن الرئيس إدريس ديبي جاء ذلك فيما عين المجلس العسكري في تشاد ألبرت باهيمي باداك رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية لكن سرعان ما رفض زعماء المعارضة هذه الخطوة كما دعت فرنسا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مدنية تدير شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا مجموعة الدول الساحل الخمس أعلنت أيضا عن بدء جهود وساطة بين فرقاء الأزمة السياسية في تشاد وعلى بعد 200 كم الشمال العاصمة الاتشادية دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الاتشادي والمتمردين الذين توغلوا إلى مدينة نوكو عاصمة مقاطعة كانيم وأعلنوا السيطرة عليها ليعلن المجلس العسكري الانتقالي بعد ساعات قليلة سيطرت قوات الجيش على مدينة نوكو وطرد متمرد جبهة التغيير والوفاق منها فضلا عن مقتل مئات المتمردين وإنهاء هجومهم وفي الثاني من مايو أعلن المجلس العسكري تشكيل حكومة انتقالية مع استحداث وزارة جديدة للمصطلحة الوطنية وبقي وزراء سابقون في الحكومة الأخيرة لإدريستيبي في مناصبهم أو تسلموا وزارات جديدة مشاهدين الكرام كان هذا عرضا لأبرز التطورات في تشاد بعد مقتل الرئيس إدريستيبي شكرا للمتابعة وإلى اللقاء قل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن بلاده ستوصل الدعوة إلى حرية الصحافة وسلامة الصحفيين في جميع أنحاء العالم وفي تغريدة له على تويتر بمناسبة اليوم العالمي للصحافة أشار بلينكين إلى أن الوصول إلى الصحافة الحرة والمستقلة تضمن وصول الجميع إلى المعلومات اشتركوا في القناة اهتمام كبير توليه الدولة لدعم الصحافة والنموض بها لتقديم محتوى فكري يفيد القارئ وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما على أهمية دور الصحافة والأعلام في عرض كافة الآراء وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية وعزل ومكافحة الفكر المتطدر دعم كبير تحظى به الصحافة المصرية على أكثر من صعيد بهدف المهوض بدورها ورسالتها السامية في تشكيل وعي المواطن اهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير الصحافة حيث يؤكد دوما على أهمية دور الصحافة والإعلام في عرض كافة الأراء وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية وعزل ومكافحة الفكر المتطرف جهود الارتقاء بأحوال الصحافة تنصب حاليا على الصحفيين أنفسهم برفع الأجور والمعاشات وتحسين أحوالهم الصحية والاجتماعية أما مهنيا فمن خلال الدورات المتعاقبة التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة لإسقل مهارات أبناء صاحبة الجلالة في مختلف ميادين العمل الصحفي الحكومة من جانبها وفقت على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين ودعم صندوق المعاشات بالنقابة ودعم بدلات إعانة البطالة للصحفيين المتعطلين وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل الصحافة القومية كان أيضا لها جانب كبير من الاهتمام خاصة وأنها كانت سندا وظهيرا للدولة في أشد الدحديات كما دفعت عنها واستطاعت أن تواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة دعم الصحافة والإعلام هدف أساسي للدولة لسيما وأنها خط الدفاع الأول في معركة الوعي والتنوير بطبيعة التحديات من جهة وأهداف التطلع لمستقبل أفضل من جهة أخرى ترأس البابا تادروس الثاني بابا الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية قداس اتنين القيامة شام نسيم بدير الأنبا بشوي بوادي نطرون دون حضور مصليين وفي وجود ثلاثة من الأباء المطارنة وستة وعشرين من الأباء الأساقفة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار بارس كورونا وسط ضاف دير السيدة العدراء بوادي نطرون مائدة الإفطار التي جامعت البابا تادروس بيع عدد من الأباء المطارنة والأساقفة وذلك عاقب انتهاء القدس في إطار تنفيذ تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي مدعم لخدمات الاصطحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية تفقد دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي منشآت وتجهيزات مستشفى العاشر من رمضان الجامعية التابعة لجامعة الزقازيقة واطلع وزير التعليم العالي على معدلات تنفيذ تجهيز مستشفى العاشر من رمضان الجامعي والتي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر مواجها بضرورة الامتهاء من كافة التجهيزات وفقا لجداول الزمنية المحددة وجاءت وزيرة تضامن الاجتماعي نبين القباج بصرف 1800 جنيه مكافأة استثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات يوم الأربعاء المقبل أكدت القباج أن المجتمع سينهض بتعزيز الوعي المجتمعي وتمثل المكافأة تقديرا لجهود الرائدات والتخفيف من أتار كورونا كما سيتم صرف العائد الشهري بانتظام لهن باستخدام بطاقة ميزة ومزايا حماية اجتماعية شاملة للرائدة كما أكدت الثقة في جهود الرائدات الكبيرة لتعزيز وعي الأسر المصرية في قرى حياة كريمة وجميع أنحاء البلاد والآن إلى وقفة مع أهم الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكولة تعاون مع مجموعات شركات سامكو مصر العاملة بمجال المشروعات القومية بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط وأكد رئيس الهيئة عبد المنعم الترأس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية موضحاً الاتفاق على تنسيق الجهود وتبادل الخبرات فيما يتعلق بملف تعمق صناعة مكينات ومعدات مواقف السيارات الذكية داخل مصر استثمرت الدولة أربعة مليارات وثلاثمائة وستة ملايين جنيه بمحافظة الفيوم لتنمية المدن القائمة ومدينة الفيوم الجديدة خلال سبعة أعوام قال وزير الإسكان عاصم الجزار أنه تم تنفيذ ستة ألاف وتسعمائة وخمس واربعين وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي ومشروع تحسين بيئة السكن وغيرهما بالمحافظة كما أنه تم وجاري تطوير 24 قرية ورفع كفاءة مجازر قلمشا والفيوم بالغرب وخمسة مشروعات لمياه الشرب و11 مشروعاً للصرف الصحي توقعت وكالة تصنيف الاقتماني ستاندرز أند بورز نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي البلغ حجمه تريليونين ومائتي مليار دولار بين 10% و12% في 2021-2022 بسبب زيادة إصدارات لسكوك وتعافي اقتصادياً متواضع في أسواق المال الإسلامية الرئيسة هذا وتوقعت الوكالة تقدماً بشأن إطار قانونياً وتنظيمياً عالمياً مؤحد للتمويل الإسلامي كما أن مثل هذا الإطار يمكن أن يسهم في علاج معانة منه قطاع التمويل الإسلامي من افتقار للمعايير والانسجام على مدار عقود وأن يلقى القطاع دعماً في العامين القادمين في السعودية من خلال ارتفاع قروض الرهن العقاري والشركات مع مضي المملكة قدماً في خطة تنويع اقتصادها مثلت المبيعات عبر الإنترنت نحو خمس إجمالي تجارة التجزئة خلال العام الماضي اتخاذت إجراءات عزل لمكافحة تفشي فاروس كورونا إلى ازدهار التجارة الإلكترونية أشهرت الأمم المتحدة اليوم إلى أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت 19% من إجمالي مبيعات التجزئة في 2020 ارتفاعاً من 16% قبل عام استأترك كوريا الجنوبية بأكبر حصة بلغت 26% ارتفاعاً من 21% وبلغت حصة الصين 25% وبريطانيا 23% والولايات المتحدة 14% انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في ظل مخاوفة بشأن تأثير الوباء مع زياد الوضع في الهند سوءاً ما تغى على تفاؤلاً بشأن انتعاشاً قوياً للطلب على الوقود بالبلاد المتقدمة والصين في النصف الثاني من العام هذا وتراجعت العقود الأجلة لخام برند بنحو 6% من 10% عند مستوى 66 دولار و33 سنطاً للبلميل كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بقيمة وصلت لـ 7% من 10% لتصل إلى 63 دولار و13 سنطاً للبلميل ارتفعت أسعار الدهب بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومكاوب بشأن تزايد حالات الإصابة بقاب التسعار في بعض البلدان ربيح الدهب في المعاملات الفورية بنحو 3% من 10% ليسجل 1773 دولار للوقية وارتفعت عقود الدهب الأمريكية الآجلة بمقدار 4% من 10% لتصل إلى 1773 دولار للوقية تشبس الدولار بالارتفاع الذي حققه مؤخراً إذا خيمت حالة من الحذر على المستثمرين في بداية أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وبيانات اقتصادية أمريكية هامة وذلك لاستقاء مؤشرات على توقعات التضخم العالمي وردود أفعال صانعي السيارات كما كانت التعاملات محدودة بسبب إجازة رسمية في كل من اليابان والصين مما حد من التقلبات وهو ما جعل العملة الأمريكية على نفس مستواها منذ أو عندها اللا تسوية واستقرت عند 1.20 مقابل اليورو وبلغت قيمة ثلاثة أعوام مقابل أليا عند 109 نتوقف الآن مع أخبار الرياضة يختتم الأهل استعداداته لمواجهة غزل المحلة مساء اليوم في الجولة التساعة 10 من الزوري الممتاز يسعى الأهل لحصد نقاط المباراة 3 للإقتراب من صدارة المسابقة حيث يحتل المركز الثاني ب37 نقطة في جدول الترتيب بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الحادي 10 بـ 24 نقطة تعادل الزمالك مع ضيفه بيرامت بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسع عشر من عمر الله دوري الممتاز لكرة القدم ومنح هذا التعادل كل فريق نقطة وحيدة ليرتفع رصيد الزمالك إلى 41 نقطة في صدارة جدول الدوري كما ارتفع رصيد بيرامتز إلى 31 نقطة في المركز الثالث فيما يأتي الأهل في المركز الثاني برصيد 37 نقطة تقام اليوم مبارتان في الجولة الرابعة وثلاثين من الدوري الإنجليزي يلتقي خلالهما بوست برومتش مع ضيفه وولفر هامتن ويحل فريق بوستان يونيتد ضيفا على بيرنلي يواجه فريق إشبيليا ضيفه أتلاتيك بيلباو اليوم في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني ويحتل إشبيليا لمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 70 نقطة بينما ينواجه أتلاتيك بيلباو في المركز العاشر برصيد 42 نقطة يلتقي نادي بانشستي سيتي مع نادي باريس سان جوما في مباراة متيرة مساء الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد أقيمت مباراة الدهاب في استاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية انتهت بفوز سيتي للهدفين لهدف ليقترب أكثر من النهائي حيث يكفي التعادل أو الخسارة بهدف دون رد للتأهل أما الفريق الباريسي فيحتاج للفوز بهدفين نظيفين أو أي نتيجة بفرق هدف واحد أكبر من نتيجة الدهاب أحرز الجورجي نيكولوز باسيلا شيفيلي لقب بطولة ميونيخ للتنس على حساب الألمانيان لينارد شتروف الذي خاض أولى نهائيا لأخذ المسيرته واحتاج اللعب الجورجي والمصنف الخامس 86 دقيقة فقط للفوز على الألماني المصنف في المركز السابع بنتيجة 6.4 و7.6 ويعد هذا الفوز هو الخامس للعب الجورجي في سبع نهائيات خاضها منذ احترافه اللعبة اشتركوا في القناة تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة زوزو نبيل والتي رحلت في الثالث من مايو من عام 1996 بعدما قدمت عددا كبيرا من الأفلام والأعمال التلفزيونية زوزو نبيل اسمها الحقيقي عزيزة إمامه ولدت في الثالث من يوليو من عام 1920 بالمنوفية اشتركوا في القناة ختم النشر تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء اجراءات الاحترازية بمحافظات الجمهورية للحد من انتشار كورونا بالتزامن مع أعياد الربيع الاتحاد الأوروبي اعتزم السماحة بدخول المسافرين الملقحين ضد كورونا من دولا أخرى المحكمة الدستورية العليا في سوريا تعلن قبول ثلاث طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من بينهم بشار الأسن لم يتبقى لنا مشاهدين الكرام سواء نحيط علم حضراتكم بأنه للمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الانترنت أكسرانيوز دوت تي في وكذلك يمكنكم متابعتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام كذلك على يوتيوب كنا معكم للاسكافوزي وشاري شاش في هذه الجولة الإخبارية شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله